السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بطاطا بالكستر او بطاطا بالكستر والمهلبية يمشي اللي اتنين لان هعملهم باللي اتنين يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف المكونات السهلة جدا بس الطعم فظيع يا جماعة قدموه البكو جامد يلا بينا نشوف المقادير وندخل على الفيديو وطريقة العمل مقادير الحالة بتاعنا هنقولها وحنا بنشتغل مع بعض واحدة واحدة هحتاج معايا كيلو من البطاطا مخصولة كويس جدا ومتقشرة ومتقطع حلقات عشوائية باي شكل لان كده كده هي هتتسلق ومش هيبان منها ح معجة فهنقطعها بالطريقة اللي نحبها وهحط عليها كمان معلقتين من السكر يعني كيلو البطاطا هيحتاج معايا معلقتين بس من السكر لان هي كده كده مع السلة وهحط عليها كوباية من الميا بس كده وهاخدها على البتجاز علشان اسلقها وبعد ما تتسلق معايا هنكمل مع بعض الطريقة خلاص البطاطا بتاعت تسلقت ههرسها بالهرسة هتتهرس معايا بكل سهولة لانها مستوية جدا بكوباية الميا بس اتهرست معايا جدا زي ما انتو شايفين كده هبدأ اضيف لها بقى شوية حاجات كده هنزبط بيها البطاطا بتاعتنا والمكسرات اللي هستعملها دلوقت هكون عبارة عن سوداني مكسر وجسط الهند والزبيل حلوة اوي كده اي اضافة تانية حابة تحطيها حطيها وكمان هنحط نقطتين من الفانيليا السيلة وممكن نحط فانيليا بودر عادي وهحط كمان الاضافة دي هكون عبارة عن معلقتين من الكريم شانتي الخام كريم شانتي خام بس انت ليك حرية الاختيار ممكن تستغنى عن الكريم شانتي خالص وممكن تحطي بداله معلقتين من الاشطا وممكن تحطي بداله معلقة من الزبدة تمام هنقلب كل المقادير بقى الجميلة دي كده مع بعض هنقلبها كويس جدا الكريم شانتي هنا بيدي معايا طعم للبطاطا مختلف خالص يا جماعة خلاص هنقلبتها كده كويس جدا خلاص تمام هركنها بقى على جنب وهبدأ اشتغل في المكون التاني اللي هيدخل معايا في الطبق الحلو بتاعنا وهو هيكون عبارة عن القاستر القاستر بتاعي هحتاج له كيس من القاستر الكيس الصغير ده بياخد نص لتر من الحليب تمام يعني الكيس الواحد بياخد نص لتر من الحليب هنبدأ نجهز معنا بقى هناخد الحلة بتاعتنا وهنحط نص لتر الحليب بتاعنا وكمان هنزل عليه بكيس الكاستر والتحلية يا جماعة هكون على حسب الزوء والرغبة زي ما احنا متعودين مع بعض انا هحط دلوقتي اربع معالق من السكر على نص رتل من الحليب اربع معالق ايوة ادي المعلقة الرابعة وهقلبهم على البارد كويس جدا قبل ما ارفعها على النار لازم اتأكد ان المقادير بتاعتي كلها دابت مع بعض خلاص هبدأ اخدها بقى دلوقتي على البتجاز وهفضل اقلب فيها كويس جدا لحد ما الخليط بتاعي يتقل ويكون بالشكل ده كده الكاستر بتاعي بقى جاهز معايا وهندخل بقى على الجد ونبدأ نشكل الطبق بتاعنا انا معايا البولا او الكاسة او اي طبق هتحطي فيه الحلة بتاعنا وهاخد دلوقتي كمية من الكاستر في البداية كده هحط الاول كمية من الكاستر وبعدين هحط الطبق التانية البطاطا بالمكسرات طبعا وكريم شانطيه هبدأ اقلبها دلوقتي او ازبطها كده فوق سطح الكاستر بالراحة كده وبالتساوي لحد ما تاخد معانا الطبقة التانية السمك الكويس اللي احنا شايفينه مناسب في الكاسة بتاعتنا زي ما انتو شايفين كده وهبدأ انزل بالطبقة التالتة اللي هي برضو الكاستر يعني في الاول حطينا كاستر وبعدين بطاطا وبعدين كاستر تاني هزبط بقى الكاسة بتاعتي كده ايوة بالشكل ده هنعمل كاسة تانية مع بعض بنفس الطريقة بالزبط طبقة من الكاستر هنسويها برضو كده وهنحط الطبقة التانية من البطاطا ونفردها كويس على وش الكاستر بنراحة علشان البطاطا ما تنزلش في قلب الكاستر تمام والطبقة التالتة من الكاستر برضو زي ما انتو شايفين كده يا حبيبي خلاص انا كده جهزت كاسين قدامكم هكمل الكمية كلها بنفس الطريقة بالزبط مش هغير فيها حاجة وهنرجع هنكمل مع بعض بس انا عايز اقول لكم ان كمية الكاستر عملت معايا الست كاسات دول بس وتبقى معايا شوية دول من البطاطا فانا هعمل لهم بقى دلوقتي شوية مهلبية زي الفل كده بالنشا وباللبن والكريم شمطي والفانيليا والسكر عادي جدا زي طريقة الكاستر كده بس بالنشا تمام وهكمل الكمية بتاعتي والطباق بتاعتي بس بالمهلبية يبقى انا عملت نوعين كاستر ومهلبية هزوق دلوقتي الكمية بتاعتي الكاستر علشان اركنها بقى على جنب وعمل المهلبية هزوقها باي حاجة بقى عندي بالفارماسيلة والشوكلة شيبس زي ما انت شايفين كده وزي ما بنقول كل مرة التزويق بيكون على حسب الزوء وعلى حسب الرغبة انا دلوقتي بحطيت الفارماسيل والشوكلة شيبس وهزين الجزء التاني بالسودان المكسر والزبيب وجزت الهند اي حاجة عندك بقى حابة تزوقي بيها او تزيني بقى الطبق بتاعك كميلي زي ما انت عايزة وبكده بقى جاهز معانا طبق الحالة بتاعنا اللي محدش كان عارف هو ايه ديوفي انبهروا به جربيه وهيعجبهم جدا 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 وطريقته سهلة ومش مكلفة زي ما انت شايفة تقريبا المقدير بتكون كلها موجودة في البيت جربيه مع ديوفك وان شاء الله مش هتندمي وولادك هيحبوه جدا اتمنى الحالة بتاعنا النهاردة يكون عجبكو واستنوني الفيديوهات جاية كتير واشوفكو في فيديو جديد وبحبوكو في الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة